التقى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريتي بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف بالجلية الفلبينية بمملكة البحرين مساء أمس في صالة الشيخ خليفة بمدينة عيسى وسط حضور كبير من أبناء الجلية وفي بداية اللقاء عبر الرئيس الفلبيني عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال والضيافة التي لمسها على كل الأصعدة خلال زيارته للبحرين مؤكداً عمق الصداقة بين البلدين مقدراً جهود الحكومة البحرينية الموقرة في حماية حقوق العمالة الفلبينية العاملة على أرض المملكة مشيراً إلى أن ملف العمالة الفلبينية في المملكة يحظى باهتمام كبير ومتابعة حثيثة من قبل الحكومة والقائمين على الأمر مبيناً أن العمالة الفلبينية في البحرين تشكل عنصراً مهمة جداً من عناصر دعم الاقتصاد الوطني وتسهم في عجلة التنمية والتطوير التي تمر بها الفلبين حالياً وحيا في كلمته أبناء الجالية في البحرين مشيداً بالسمعة الطيبة للجالية التي تحظى بحب واحترام البحرينيين مثنياً على التعامل الإنساني الراقي الذي تحظى به الجالية خلال وجودها بالبحرين معدداً إسهاماتهم والدور الذي يطلعون به في تقدم ونهضة بلادهم مشيراً إلى أن التحويلات المالية للفلبينيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الفلبيني مبيناً أن منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها الخليج هي المقصد الأول للفلبينيين للعمل في الخارج وثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية للبلاد مؤكداً أن تحويلات العمل الفلبيني في هذه المنطقة الخليجية ومن بينها مملكة البحرين زادت عن 7 مليارات دولار عام 2016 وحول علاقة بلاده بمملكة البحرين أكد الرئيس الفلبيني حرص بلاده على إقامة علاقات اقتصادية كبيرة مع المملكة آملاً أن تكون الاتفاقية التي عقدت خلال زيارته للبحرين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مكان استفادة البلدين الصديقين متطلعاً إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مشيراً إلى أن المملكة هي شريك اقتصادي مهم للفلبين وحول ما يتعلق بتعاون التجاري بين البلدين أكد الرئيس الفلبيني دعمه لرجال الأعمال والمستثمرين الفلبينيين من أجل إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية في البحرين داعياً المستثمرين البحرينيين للاستثمار في الفلبين لافتاً إلى أن الاقتصاد الفلبيني زاخر بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات مشدداً على دعمه لكافة الفرص الاقتصادية المشتركة بين البحرين والفلبين كي تنمو وتزدهر من أجل مصلحة البلدين مضحاً أن زيارته الأولى للمنطقة كان على رأس الأولوية فيها زيارة مملكة البحرين وبحث سبل التعاون وتطوير علاقات البلدين بشكل خاص في المجالات الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر